النجم الطارق وكأنه فعلا يطرق نعم كطارق الزباد هذه الصورة طبيعية هذه الصورة بالكمبيوتر نعم لأن هذا النجم الحقيقة يعني يصوب رؤيته وهم يرصدونه بالأمواج الراديوية لا يرونه بالعين بالأمواج الراديوية وقاموا بتحويل هذه الأمواج ومعالجتها فوجدوا أن هذا النجم يصدر صوتا يشبه صوت المطرقة فاسموها هذه النجوم الهائلة بالمطارق الكونية العملاقة يعني ما قالوا هذا نعم هذه تسمية وكالة ناسا مطارق كونية هذه تسمية لوكالة ناسا القرآن أخبر عن هذه المخلوقات العجيبة قبل 14 قرن قال تبارك وتعالى والسماء والطارق نعم وما إدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إذن النجم الثاقب لأنه يصدر موجات يسمونها موجات جذب تستطيع أن تخترق أي شيء سبحان الله سبحان الملك وبالتالي عرفوا لنا هذا النجم بالصفتين له صوت يشبه صوت المطرق نتيجة دورانه المتكرر والسرية نعم وله موجات جذبية ثاقبة يبقى هو ثاقب وطارق وهو طارق نعم فكيف لنبي أمي عليه الصلاة والسلام أن يصف لنا ظاهرة كونية لا ترى بالعين فقط بالأمواج الراديوية نعم ولم تكتشف الله في العصر الحديث ليقول لنا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ثم يقول إنه لقول فصل عن هذا القرآن سبحان الله فطبعا هذه السفينة استخدمها العام الماضي العلماء نعم لدراسة أعماق المحيط سبحان الله وعندما جهزوا هذه الكاميرا التي نراها هذه تحتاج إلى قيادة وتحكم دووضح إنها مش كاميرا دووضح إنها يعني كاميرا سين ضخمية وتطورة تتطلب يعني تقنيات وأنظر أجهزة تحكم ومختبرات وعشرات العلماء يشرفون والمهندسين والكمبيوترات يعني حتى يصوروا لنا انظر الآن هبطوا إلى أعماق المحيط شاهدوا هذا يعني مثل بركان نعم متوهج يعني هذه نار تتدفق من أعماق المحيط نعم سبحان الله سبحان الله تحت الماء نعم نعم حتى الصوت انظر هذه انفجارات تحدث في أعماق المحيط يريد كم يصنع صوت نعم يريد إخواننا يسمعون الصوت نعم هذه فقط السنة الماضية صورها العلماء على فكرة يعني هذه انفجارات هائلة في قاع المحيط سبحان الله سبحان الله سبحان الله أنا الملك صوت قوي جدا صوت الشجار كعلى بالفعل شجار حقيقي حتى ان هذا الانفجار يصل إلى السطح إلى سطح الماء الآن انظر يعني سوف يصل وينفجر في سطح يحدث الانفجارات أيضا ليس في القاع بل في سطح الماء من أعلى نعم فهذه وهنا على السطح أيضا تتدفق هذه الحمم المنصهرة وتشعل الماء الماء يشتعل هنا يعني هذه تصور هذا المشهد نعم يعني أيضا هنا انفجارات واشتعال للماء يعني النار في الماء نعم لذلك الله تبارك وتعالى وصف لنا هذه الظاهرة بدقة تصوير يعني صورها لنا قبل 14 قرنا عندما قال أقصر بالبحر ماذا قال والبحر المسجور نعم أي المشتعب نعم سبحان الله سبحان الملك وهذه لا كرة إلا في يعني ألسكا وهذه المناطق تجمد الشمال وهكذا سبحان الله يعني الماء البحر سبحان الله ويحمى ويسجر لذلك قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع كم لأنك كما ترى هذا الجحيم في الدنيا أيها الملحد إذا لم تؤمن ستراه في الآخرة سبحان الله الحمال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع الجنين الحقيقة لم يكتشف حقيقة لم تكتشف مراحل الجنين إلا في منذ سنوات فقط لا ولم يتم التأكد بالصور الملونة وبالأجهزة الحديثة إلا طبعا قبل سنوات زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعلم شيئا عن مراحل خلق الجنين وتطوره النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب جدا حديث عجيب قبل أن أقول هذا الحديث دعنا نرى الحقيقة العلمية ثم نقرأ الحديد لا نعم لكي يكون كلامنا موثل هذا جنين عمره تقريبا يعني 32 يوم الآن أصبح عمره 35 37 يوم انظر وهنا تقريبا يعني يقترب من اليوم 40 40 أو 41 طبعا الآن 41 يوما هذا عمره 41 يوم لاحظ الفرق ما يدقق يعني نعم تمنى من المشاهد الكريم أن يدقق الآن الآن أصبح عمر الجنين 44 يوم يعني التجاوز اليوم 42 نعم وأصبح يأخذ شكله البشري انظر يقول العلماء في بحث الحديث اليوم 42 يأخذ الجنين شكله البشري وصورته وتبدأ العيوم بالتشكل فتحة العينين نعم والأذنين والفم ويبدأ السمع والبصر بالتشكل نعم نعم هكذا سبحان الله الآن هذه مراحل دقيقة جدا لا يمكن رصدها إلا بالمجاهر وباستخدام الموجات فوق الصوتية وغير ذلك ومعالجتها على الكمبيوتر حتى يعني يستطيع لأن الجنين هنا حجمه تقريبا واحد سنتيمتر حجم يعني يكاد يريان الآن النبي وصف لنا وصفا دقيقا الله صلي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ثنتان يعني اثنين وأربعون يوم بعث الله إليها ملكا إلى الجنين ملكا فصورها أعطاها الشكل البشري الذي نراه أمامنا نعم وشق سمعها وبصرها نعم يقول العلماء في هذا اليوم تحديدا عندما يتم الأسابيع الستة 42 يوما نعم مباشرة يظهر شقي العينين نعم وشقي الأذنين ويبدأ الجنين يشعر بالملامسة نعم مما يدل على خلق الجلد وخلايا الجلد بدأ تشكيل بدأ الجلد تشكيل أصابع وتشكيل فانوان وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها نعم في هذه الليلة هذا في حديث نبي صفحة وفي حديث آخر ونفخ فيها الروح نعم يقول العلماء في اليوم الثاني والأربعين يبدأ الدماغ الجنين بإصدار موجات كهرطيسية كدلال على وجود الروح هذه الموجات تستمر حتى يموت الإنسان سبحان الملك لا تنقطع إلا بموتهم فاعتبروا أن هذه الموجات هي دليل على وجود الروح منذ اليوم الثاني والأربعين إلى أن يموت إلى أن نتقل نعم والآن نقول أخي الحبيب من علم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه في الليلة الثانية والأربعين تحديدا كما نرى أمامنا تأمل في اليوم واحد وأربعين لا يظهر أي شيء على هذا الجنين في اليوم اثنين وأربعين وما بعد يظهر شكله كاملا بشر نعم نميز يديه ورجديه ونميز فيه كل شيء بينما قبل هذا التاريخ قبل الليلة الثانية والأربعين لا نكاد نرى سوى قطعة لحم أو مضغة كما يسمونها ولا يوجد أي أثر أو أي علامة لشكل صورة بشرية هذه الصورة كما يقول علماء وكما رأوا تماما تتجلى بعد اليوم أو بعد الليلة الثانية والأربعين كما قال النبي بالضبط إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها سبحان الله ما الأحبره بهذه الحقيقة يعني حدد لنا الرقم بدقة سبحان الله